السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنقدم لكم بيان الوزارة الأولى لاجتماع الحكومة أمس الأربعة الرابع من شهر عود 2021 تبعوا معايا للأخير وما تنساوش ديروا لي لايك وبرتاج من فضلكم لدعمي للمزيد إن شاء الله ترأس الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن يوم أمس اجتماعا للحكومة تم الاستماع إلى ثلاث عروض قدمها وزراء السياحة الصيد البحري والصناعة الصيدلانية تدابير استعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني وضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل تكليف وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة بغرض ضمان تنسيق وتشاور بين مختلف الفاعلين في المجال تكليف وزير الصيد البحري بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول البحري والموارد البشرية ووضع نظام إعلامي إحصائي بغرض إعادة توجيه فائد الإنتاج نحو وحدات التحويل نقرأ عليكم البيان كاملا ترأس الوزير المالي السيد أيمن بن عبد الرحمن يوم الأربعاء أي يوم أنس الرابع من شهر أوت 2021 بقصر الحكومة اجتماعاً للحكومة جدول الأعمال خصصة لعروض قدمها الوزراء المكلفون على التوالي بالسياحة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي والصيد البحري حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي والصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني إضافة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية النص الكامل للبيان ترأس الوزير الأول وزير المالي سيد أيمن عبد الرحمن يوم أمس الأربعة اجتماعا للحكومة انعقد بقصر الحكومة وطبقا لجدول الأعمال استمع أعضاء الحكومة إلى ثلاث عروض قدمها الوزراء المكلفون على التوالي بالسياحة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية استمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي وقد تم بهذه المناسبة التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام الأزمة الصحية العالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالمي مع تراجع كبير لرقم أعمال المؤسسات الفندقية وعليه وقصد معالجة هذه الوضعية يقترح وضع التدابير الاستعجالية الآتية حيث التنفيذ الحفاظ على النشاط السياحي من خلال إجراءات دعم مالي لفائد المؤسسات والمتعاملين السياحيين تسهيل الحصول على العقار السياحي تشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع السياحية ترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكة التواصل الاجتماعي ترقية الصناعة التقليدية وعقب العرض خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي وإذ أكد على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي فقد أشار أيضا إلى أهمية تحسين مستوى تكوين المستخدمين التابعين للقطاع السياحي والذي يجب أن يكون من خرجي المعاهد المختصة وعلى صعيد آخر طلب السيد الوزير الأول من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر بصفة أولوية نحو تنمية السياحة الداخلية بعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي إن الأمر يتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط وتخص هذه التدابير ما يأتي إنعاش تربية المائية تطوير الصيد في أعالي البحار التسير والاستغلال المسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائية بقدرات وطنية تشجيع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة المصغرة والمؤسسة الناشئة وتثمين المنشآت الصيدية الموجهة للتصدير ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائية وعقب العرض كلف السيد الوزير الأول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية للأسطول الصيد البحري والموارد البشرية إلى جانب بضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الإنتاج نحو وحدات التحويل والتوظيف من جهة أخرى طلب الوزير الأول تقييم لمدى تنفيذ التدابير المقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها كما قام الوزير الأول بالإعاز إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى المراكز التابعة القاطعة في مجال الصيد البحري والمهن ذات الصلة وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني وتندرج التدابير المقدمة في إيطار شتسيج للإفتزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإنعاش الاقتصادي وترتكز على المحاور التالية ضمان وفرة المنتجة الصيدلانية ولا سيما الأدوية الأساسية وضع أدوات وجهة استنظيمية ضمن الجودة والفعالية والأمن ضمان تكاليف ميسرة للمنتجات الصيدلانية لجميع المواطنين وفيما يخص تدابير الاستعجالية المقترحة فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل ولا سيما من خلال جعل الاستيراد مقتصرا على المنتجة الأساسية دون سوها غير المسنعة محليا أو التي لا تتوفر بكمية كافية وضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم علاوة على ذلك يقتلح تطوير الصادرات من أجل تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير وضع منصات لوجستية للتصدير وتعزيز التعاون المتعدد والثنائي الأطراف وعقب العرض خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة صيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير المتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية من باب الأولوية لتقليص فاتورة الاستيراد كما كلفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى المجمع العمومي صيدل بما يتماشى مع المتطلبات المقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 فضلا عن ذلك طالب بوضع منصة رقمية موجهة للاستشراف احتجاجية السوق الوطنية مسبقا بما يسمح بتفادي أوضاع النذرة المحتملة وفيما يخص أساس الأدوية التي تعتبر حيوية وفي نهاية الاجتماع وبعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية لخص سيد الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة علاوة على ذلك ذكر بالجهود المبدولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا وأخيرا حرص سيد الوزير الأول على التنويه بالتعبئة المثالية وروح التضامن للمواطنين على المستوى الوطني وكذلك تعبئة جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج بغرض المشاركة في مكافحة أثار جائحة كوفيد-19 بواسطة مساهمات معتبرة من حيث المعدات الطبية الموجهة لهيكل الصحية شكرا جزيلا لكم وسلام عليكم شكرا جزيلا لكم